هو العنف بشنا نتفقه هو لغة عاجزة لما يلجأ إنسان على الحوار وتبادل المعارف وتبادل الأفكار والحوار الهادئ يلجأ العنف سواء كان من الطرف الزوج أو الزوج أو أحد الأبناء وغالبا كان هناك مثلث هرامي في تكوين السلطة في الأسر دائما قديما كان نموذج الأب هو اللي عنده البوفور هو اللي عنده سلطة وينظر للمرأة مثل ما ينظر الأبناء قاد أحيانا يضربهم في زوز لما يمارس عنف معين يضربهم كما يضرب المرأة يضرب الراجل النموذج هذا دخل للتغير الاجتماعي أصبحنا في نموذج يميل للشراكة أكثر السلطة تقسمها الزوج والزوجة تلقاه خدام مثلا أستاذ يجيب أستاذة ويساهم في تربيت الأبناء لكن مكونات العنف إذا كان هناك عنف يدور في الأسرة فهو أشد لأنه يصبح العنف متبادل والأطفال يتلقوا بالعنف من طرفين بكري بكري لما الأب يمارس العنف عن الطفل قلنا لازمنا نحدد ما هو العنف لأنه ليست كل سلطة ممارسة سلطة أو تربية هو عنف نحن عدنا في المجتمع مثل الإسلامي أنه عدنا في مصادر مثلا النبي صلى الله عليه وسلم ضرب الطفل عن يديه وقال لها كل بيميني كان أنه عمر أعلم الأثار تعلق الصوته في دياركم وليس الضرب المبرح أو ربما تحكي عن ضرب تأديب لما تحدث عن العنف فرانا في العنف العنف لأنه بش المستمع الكريم يفهم كان لما مارس الأب العنف الطفل يلجأ للأم لأن الأم ما هيش ملجأ ما هيش مصدر عنف حالين حالين في الأم هي مصدر دفع مصدر حماية أو الجدة هي تحمي 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 الصغير منه كان راح وراجدتها الطفل الخاصة لما يبدأ العنف موجود عد الأم وموجود عد الأخ الأكبر موجود عد الأخ الصغير الذي يمارس عليه العنف وين يهرب يرد بالعنف يصبح العنف هو لغة حوار داخلية حتى أنا في دراسة كنت أعرف كما ذكرت لكم قبل أن ندخل وليس كنت أتحدث عنه أنا واحد صباح مني نتذكر في دراسة دراسة عالمية لأحد منظمات حقوق الإنسان تحثوا على الحوار داخل الأسر في المجتمع العربي بشكل عام أن الحوار ردود داخل الأسر تقريبا 0 فصل ما كيش حوار وهذا مشكل كبير لما يغيب لغة الحوار وش يحضر تحضر لغة العنف أحيانا الناس التي تعتبرها حوار ما هو حوار هي داخلة في الواجبات أنا وشكلت اليوم حطي لي عشايا قريت اليوم والشيخ قراكم هذي من داخلة في الواجبات والحقوق وليس في الحوار موش في الحوار بل الحوار أعمق من شي الحوار هو أعمق من ذلك أنك تهز والدك مثل والدك لو يتبع في الرياضة تحدث عن ميسي والراحل راحل لكيبو أخرى ما راحش تحدث مثلا عن خطبة الجمعة أنا عم سيدي كان يذكر في الجماعة مروحين تحدث وقالوا فهمت خطبة الجماعة هذا هو الحوار تدفع إلى التفاعل ومشاركة داخل البيئة الأسرية التي تعتبر بيئة اجتماعية بالدرجة الأولى هي حتمية التفاعل التي تذكر فيها أستاذ ديدي هو حتمية نعم وش كاعدنا نحن؟ الحوار نتيجة وشي كأنها معادلة التواصل زي التفاعل تساوي حوار جميل يكون التواصل مرضي التفاعل مرضي الحوار زيرو غيب يصبح التفاعل بالعنف يصبح العنف هو اللغة سائدة كل منقص التواصل ينقص التفاعل ينقص الحوار نعم معادلة واحد زي واحد سوي اثنين